فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بالطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيراء نعم قال أصحاب مالك يعني زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أنه في يوم أعياد المسلكين لا يجوز إظهار الفرح بها أو مشاركتهم في أعمالها أو حضورها كل ذلك لا يجوز للمسلم حتى أن أصحاب مالك قالوا من ذبح بطيخة من ذبح بطيخة يعني شيئا من البطيخ الذي يؤكل ذبحه بالسكين في هذا اليوم خاصة فكأنما ذبح خنزيرا من شدة نهيهم عن ذلك وإن كان ذبح البطيخ وأكل البطيخ جائزا لكن إذا كان يفعل هذا من باب مشاركة الكفار في أعيادهم فهذا هو الممنوع ترجمة نانسي قنقر